في طريق أحلامنا تحديات ممكن تضحيات ناس بالضحب نفسها أو حتى من جسمها عشان تحقق حلمنا بالعمل رسموا بسمة أمل بالكفاح شاءوا طريق النجاح علمونا معنى الحياة وصبت البتر في إيدي ورجلي وفقدت نظر عيني اليمين والإصابة دي شرف وهتفضل وسامة على صدري الحياة ما وقفتش لا دي ابتدت بالإمام بالله والإرادة والعزيمة والتحدي اتعلمت سباحة وحققت مدليات وعلشان طموحي أمر ما هيقف إن شاء الله أرفع عالم مصر في السباحة زي ما رفعته وأنا بطل من أبطال شمال سينة وبقول للشاهد ارتاحوا في الجنة حقكم جه مصر هتفضل قوية بجيشها وشعبها أبطال شايلين روحهم على كفهم كل هدفهم خدمة وطنهم وبس أثناء أحد المدامات أنا تصبت بالبتر في إيدي ورجلي الحمد والله الكوات المسلحة قدمت لكل الدعم والرعاية وإن شاء الله يتم علاجها على خير ويخدم بلد في أي مجال تاني والصبت دي أقل لحاجة ممكن أقدمها الجالة دي وحتى لو روحي مش كتير عليك يا مصر وزي ما في ناس بتحمي حدودنا في ناس تانية من جشنا الأبيض بتحمي حياتنا أصيب بفيروس كورونا المستجدد وكنا في رمضان وصايمين بدأت أحس بصداع وإجهاد بعد كده دخلت في غيبه بس تمرت تقريباً 15 أو 16 ساعة لما فوقت لقيت الدنيا ظلمة واكتشفت أن أنا فقدت البصر كنت منتظر مولودي الأول بعد 11 سنة لكن أنا ملحقتش أن أنا شوفه محمود زي أي أب كان نفسه يشوف ابنه خصوصاً إننا منتظرين من 11 سنة بس هو فضل يكون مع القاتكم الطبية في الصفوف الأولى لمواجد فيروس كورونا الحمد لله رضي يمضي قضاء ربنا يحيا دلوقتي هو نور عيني محمود وده مش كتير على البلد في ناس قدمت أرواحها وأكسادها علشان خاطر يدفع عننا ويحموا البلد من فضلكم نوجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع سواء اللي هم يعني استشهدوا في أداء هذه المهمة أو اللي مازالوا حتى القلب يقوموا بدورهم الرائع جداً والعظيم جداً في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة الله أكبر الله وحدتنا أصل قوتنا مسلم مسيحي نسيج واحد لوطن واحد بعد مدامات الشمال سينات صبت كان ناتج الإصابة كسر في عدم الوش ضعف عصب سمع ودن الشمال انفجار في طفلة ودن الشمال واليمين اعتمت في عنها الاتنين الشزامة تفرقوا في الجسر منها 13 شازية دايس على عصب رجوة الشمال وشازية في صبومة الرجوة اليمين أقول لما أصدت تكلمت النقيب سعيد بتقولها سعيدة راح كبرى لوبة نتعرفش حد من أهل وجاب الزيارة أسرته بالكامل تضلع دين معايا وبعد ما الزيارة مخلصت تتفاجعت إن والدة النقيب سعيد مرافق ليا في المستشفى أول حاجة جات في دماغي إن أنا أم لجورج جات الممردة في انتهاء اليوم بتقول لي أنت مين بتلها أنا مامته أنا والدة جورج بتقول لي إزاي قلت لها إزاي إيه قلت لي أنت فاطمة وهو جورج قلت لها كلنا واحد فدت مرافق ليا بترعاني لو ودتي كانت قاعدة معك في المستشفى كانت تعمل كده برضو سعيد دايماً كان يقول لي ده أخي لم تلده أمي بعدها بفترة بتشهد سعيد وجئت بجورج بيبلغني حبر استشهاد ابني سعيد سعيد إلى بلده ووطنه مصر دم جورج وصعيد واحد الله عليك يا مصر ولادك وشبابك كنوز وأملناك بكرة تضحيتهم وسام على صدرنا كل ما بلدنا فيها أبطال زي دول هنفضل نتطمنين عليها من قلوبنا ألف تحية لو لاهم ما كنا هنا موسيقى موسيقى موسيقى